انا مش جاي اتكلم معك النهارده على افكار غير الساوس جيت. ولا جاي اتكلم معك عن بطل عبكرية والروية الفنية بتاع الراجل. انا جاي اتكلم معك في حاجات صوابت. في صوابت في عالم كرة القدم في اوروبا اسمها اللعب الانجليزي ما بينفعش لجه هو بالده. واللعاب الانجليزي ده بس اخر دور انجليزي. وتفرج عليه في كاس العالم او تفرج عليه في اليورو هتلاقي ان هو لعيب بالمستوى العادي. لعيب لا يصلح ان هو يلعب في اوروبا خارج انجلترا. دي سمع على اللاعب الانجليزي. وده اكلم كتير جدا Holy Boot او صمعة اللاعب الانجليز في اوروبا. بسم الله ان شاء الله. زي allez vai parad인지 Beat Up. من ايام و كمان لأيام challenges. وهكون اللاعب الانجليز مالورش اي صمعة برا انجلترا. فl- اللاعب الانجليزي عندي م Pearl Island where he's gone on. przyp manger bridgueSi. وفي معتقالات الدولية او معتشار الدولية بتلاقي ان اللاعب الانجليزي لعيبة هداة جدا. يعني مثلا اتفردت على في الفودن. ما عمشيش لسيدي السنة هتلاقي ان هو عمل موسم خرافي. اتفرجت على موسم مونت السنة دي هتلاقي ان هم عمل موسم خرافي. حطهم بقى لاتنين جوة الملعب وحط معهم راحيم ستلك. هتلاقي ان الفرقة سيئة جدا. ليه بقى? لانه واضح ان اللعاب الانجليزي لسه عنده نفس الازمة. لسه بيخاف من المنشاط الكبيرة. لأ. ده لعب الشباب بس قال لي كانت مرعوبة ان هي تلعب وصعب جدا اللي بيعملوا ان هو يحط اتلين شباب زي موسمونت وزيفيل مع بعض في خط واحد. خصوصا كمان ان معهم راحيم السيئة اللي مش شايف قدامه. وكمان قدامه هاركين هاركين اللي زهنيا ضايع. وبدنيا مش جاهز. ده معناه ان انت عندك خط هجوم سيئ. ده معناه برضو انك مل بتدافع على اللعاب الانجليزي. ده معناه انك بتقول برضو ان المقدار بتاع المنتخب الانجليزي بينافس كلام الاعلام. هو ان يحط اللعيبة اللي ما حطوط عليها وميحطش اللعيبة اللي كان بيتقال عليها كلام كتير صوقية وان هم هيتحركوا من نبيهم يروحوا نادي تاني زي لعيب زي جودن سانشو. سانشو اللي استحق ان هو يلعب على راحيم ستيلنج ويستحق كمان ان هو يلعب على في الفودنج. او كمان جاجر ليتش. جاجر ليتش اللي ما ينفعش انه تعد تشكيلة المنتخب انجلترا في اهش جاجر ليتش بول بقى. ده اللعاب الوحيد اللي يقدر اللعب الفريق. موس الموت مالعبش فريق. راحيم ستيلنج مالعبش فريق. راحيم ستيلنج ده بيلعب واحده اساسا. في الفودنج مالعبش فريق. ده معنى انك الخط السلاسي اللي تحت هاركين مش هيعمل اي حاجة بس غير ان هو يتحرك بالكورة. طب بالنسبة للباس. لا مفيش حد فيهم باس. مفيش حد فيهم عنده مجال رؤية زي اللي موجودة عند جاجر ليتش. عشان كلا جاجر ليتش كان مطالب ان هو يبدأ مباراة كرواتيا. انت بدأت مباراة كرواتيا غلط. وكسبتها. فأحبت ان انت صح. فاطبيبت انك تبدأ المباراة تانية لنفس تشكيل. فأعكد. فلما عكد كان مفترض منك انك طرف تغير. ما عرفتش تغير. المباراة فلاتت منك فلاتت عاجلة. مباراة فلاتت منك ليه? لان انت كمليك فني عاقل وعندك ابجديات. متعادل نزل في الود مش تطلع هاركين. وتحط مكانه ماركوس راشفت وترحل راحيم ستيلنجي بقى مواجب تاني. علاية نعمة لو بنخلط راحيم ستيلنجي بقى تعمل كل الواجب الحلو اللي انت عمك تعمله مهاتها. يا راجل يا راجل انت كنيل ايه? يا راجل نزل دوم من الكافر تلون مهاركين واضح عضيات. هتلاقي ان انت سجلت هدف. لا انا متكمل بنفس طريقي. وراحيم ستيلنجي يحاول ان هو يا حد من طوب الارض كده يا حد من خرم الابرة اللي موجود في طفاع منتخب اسكوتلندا. بلعب تلاتة خمسة اتنين صريحة وتلاتة خمسة اتنين مقفل كل المساعات. راحيم احنا يقدر يعد من وسطهم كده. يا راجل. ده منتخب انجلتلة مصوب تصويب واحدة. ومنتخب اسكوتلندا مصوب تصويبتين. طيب انت مش عارف تلعب على الارض. العب هوائي. لا ما انت طلعت هاريك انه نزلت ماركوز راجل. راجلت اللي ميحاق ان هو يتشل. لعب زي راحيم ستيلنج ما ينفعش يلعب علي. ما ينفعش يلعب على ماركوز راجل. احنا انت بتغرق بجد ولا هي. انت بتلعب راحيم ستيلنج بس لمجرد ان انت حطت لعيب. لا مش عادة مش عادة رولان انا سيزن الفيديو ممكن ياخد بسببها. الكسة كلها كسة ان انت لها انت عايز تحط راحيم ستيلنج عشان خاطر تبايل ان انت حطت لعيب ببشرة مختلفة. جوا المرعب. عشان تقول المنتخب انجلترا بيحوز على كل الاطياب. فالكسة مش كسة كورة خالص. الكسة مش كسة كورة خالص منتخب انجلترا. الكسة كلها كسة ان فيه اعلام وفيه مدير فني بيخفم الاعلام. وفيه مدير فني عكاك وزاية جدا معها كاتبة لعيبة. جيدة بس مع الاسف اللعيبة جيدة دي تصلح جوا انجلترا فقط. يعني فعلا لسه العيب الانجليزي الصمع بتاعته حقيقة هي. ان اللعيب الانجليزي بيعرفش يلعب خير داخل انجلترا في دورة النهاردة كان بيلعبه قدام فرقة زي سكوتلندا. عملت حاجة واحدة بس يعني ماتش اللي فات بتاع تشيك لما تغلبه. المدير بكرر ان هو يغير الاتنين المساكين اللي كان بيلعبه داحد. وراجل كان بيلعب تلاتة خمسة اثنين وبراء اللي فاتت. النهاردة بيلعب تلاتة خمسة اثنين. بس قدام موجود قائد الفريق. كده افلنا المنطقة دي على المنتخب انجليزي بالطب والمفتاح. هيلعبه ازاي بقى? يروح يلعبه ناحية الشمال هناك نحية رحمي ستالك. عرفت ان المباراة كانت خلصانة من قبل ما تبدأ كاتاكتك? عرفت الكسرة كلها كانت ماشية زي? وان المباراة اساسا كان معروفة منتجان ان هي تطلع على ال صفر صفر لان منتخب اسكوتلندا كان قافل الجيم على منتخب انجلترا قبل المباراة تبدأ فكما مطلوب من انك انك تلعب بلعيب محترم ناحية الشمال او كمان يكون عندك ان انت تلعب عرضيات ايه يعني انك غيرت لوك شو? لعبت بلوك شو? تمام? مين اللي قدام لوك شو? رحمي ستالك? كمل يا ستالك كمل. كمل يا ستالك انت هتشيل لكل واحد فاهم ان منتخب انجلترا يسلح ان هو يكون بطل اليورو. منتخب انجلترا امرو هيكون بطل اليورو بالفرقة الحالية. الفرقة الحالية الاخيرة تصعد تصعد الدور الجاي وتلعب معي منتخب كبير وتروح. بس انا كده حرقت لك اليورو وكده رست مشاريجا عندي تاني لان انا اقفلت لك الجينة بالنسبة لمنتخب الجيلترا. بس الله سريك اهزا ما يحدث لعب ورسل بيه النهاردة ومبرامة اعلم بلنا ربنا. فلا عجبك الفيديو معلش اهلا وعجبه بعد كل الكلام ده. ممكن تعمل لك. ولو ما عجبكش اما سبسكرايب. يعني مش هيبقى ديس لايك وانسبسكرايب. يعني حرام والله. يعني كفاءة منتخب 90 ديه دي هيتننتك كمان علي بعد 90 ديه دي. حرام.